بسم الله الرحمن الرحيم. فالفيديو ان شاء الله سوف نرى حساب جدر مربع عدد حقيقي. جدر مربع عدد حقيقي. وقبل ما نبدأ هاد العمليات نعرف بعدها العدد الاولي شنه هو? عدد اولي. اذا العدد الاولي هو العدد الذي يقبل قسمة على نفسه وعلى واحد. مثلا جوج يقبل قسمة على نفسه وعلى واحد. اذا جوج عدد اولي. ثلاثة. نفس الشيء. اربعة الا. خمسة. سبعة. تسعود. لا. مش عدد اولي لانه يقبل قسمة على ثلاثة. عشرة. لا. نمره الحداش. يقبل قسمة فقط على نفسه. عدنا تلتاش. ربعتاش. لا. يقبل قسمة على سبعة واثنان. اه. عدنا خمسة تاش لا مش عدد اولي. ستاش مش عدد اولي. سبعتاش عدد اولي. تمنتاش لا. تسعتاش عدد اولي. فقط نكتفي بهذا القادر. اذا هدو ما الاعدد الاولية. اللي قانة من عشرين. الجوج وثلاثة والخمسة والسبعة والحداش والثلاثة والسبعتاش والثعتاش وتسعتاش. اي العدد اللي يتقبل فقط القسمة على نفسه وعلى واحد. اه. ناخد مثال لتفكيك واحد العدد الى جداء عوامل اولية. الجداء يعني يكون ضرب دي الاعداد اولية. ناخد مثال مثلا ديال مية وثلاثين. هنفكو هذا العدد الى جداء اعداد اولية. يعني الضرب ديال شي واحد من هذا الاعداد في نفسه. اذا طريقة كيفاش? ندلو من ثلاثين وثلاثين تساوي. تنجول هنا ايا. تنكتبو مية وثلاثين. وتنقسموها على العدد الاول. اللي هو اثنان. مية وثلاثين على جوج. وش تقبل قسمة على جوج? نعم. لان اميرنا عنده what to do so to do so vast. اسمعو لاحظة مثلاه. مية وثلاثين منهاへ اقسمها على جوج. المية وثلاثين وشغر نقسمها على جوج. قسم انا dx generated a 65 citfiction. وش تتقبل قسمة على جوج. حمسة وستين ما كتتقبلش الف吗? نعمل نبدو كيف ت 맛있는 على ثلاثة. ساتية في 65 ما كتتقبلش. لان تكن تجمعوه 65 ما تعطي 11 و 11 لا تتقبل القسمة على ثلاثة. اذا 65 fent؟ تقبل القسمةтории في حقيقات اليوم surprising as this solution. على خمسة. اذا خمسة وستين على خمسة. لا積سما فيها على خمسة. يعني خمسة وستين مقسومة على خمسة النتيجة هي تودتاش. اذا تکتم الدتاش. نشاهد لairy قسمه على يوجد لا على ثلاثة على خمسة على سبعة على حداشها. الا اذا ان نقوم الدمار في اسم ع舉 ابدأ تلتاش. اذا تلتاش تقبل قسم على تلتاش كتعطيني في الاخير واحد. اذا فاش تعطيكم العدد واحد في الاخير. اذا هنا انتهى انتهت العملية. وبالتالي عدنا نكتبه مئة وثلاثين كتساوي جوج في خمسة في تلتاش. جوج في خمسة في تلتاش. اذا الان كتبنا هاد العدد مئة وثلاثين على شكل جداء عوامل اولية. جوجة. عدد اولية خمسة عدد اولي وثلاثة هو عدد اولي. ناخد مثال اخر مثلا. تمانين. اذا بالنفس الطريقة اذا اريد ان تكسبوا تمانين. وتقسموها على العدد الاولي الاول اللي هو جوج. نعم تقبل القسمة. ايش حال اعطيتني? ربعين. ربعين. تقبل قسمة على جوج. شحال اعطيني? عشرين. عشرين. تقبل قسمة على جوج. شحال اعطي عشر. عشر تقبل قسمة ايضا على جوج اعطيني خمسة. خمسة ما لا تقبل قسمها على جوج لا تقبل قسمها على ثلاثة إذن تقبل قسمها على خمسة إذن خمسة تقبل قسمها على خمسة تشحل كيبقالية واحد هنا كنوقف كنت أعطاني واحد كنوقف فعل مثال السابق ومن ثم هذا نكتبه بخلال هذه العملية الثمانين هي جوج جوج يعني جوج أس أربعة ضربة خمسة إذن هذا تفكيك العدد الثمانين إلى جداء عوامل أولية كم مادرنا العدد مئة وثلاثين إذن دائما كنت أقسم ثمانين على العدد الأولي الأول ومن بعد النتجة التي أعطتني تقسمها على عدد أولي حتى نحصل في الأخير على العدد واحد نأخذ مثال لتبسيط جضا مربع عدد مثلا تبسيط العدد مئة ثمانين عفوا على مئتين وخمسة وربعين إذن نحاول نفكو هذا العدد ثمانين ومئتين وخمسة وربعين إلى جداء عوامل أولية ومن بعد نحسب الجضا مربع ثمانين سبقنا صعوبناها هي جوج أس كما نكتبها أول نكتب جضا مربع ثمانين على جضا مربع مئتين وخمسة وربعين أو نخليوها كما كانت في الأول إذن نكتبه ثمانين سنعودها بجوج أس ربعة مضربة في خمسة وقسمها على جضا مربع مئتين وخمسة وربعين نفكو هذا مئتين وخمسة وربعين إلى جداء عوامل أولية بش نكتبوها على شكل أس كما قدرنا العدد ثمانين إذن نخده مئتين وخمسة وربعين سنقسم هذا العدد على جوج مئتين وخمسة وربعين وش يقبل قسمها على جوج الذي لا أعرفش كالكوليتريس عالية ونقوم بمئتين وخمسة وربعين وقسمها على جوج سنرى وش تقبل قسمها على ثلاثة إذن الجوج الربعة هي ستة ستة والخمسة أحداش إذن وش تقبل قسمها على خمسة أ Angel نكتبوها مئتين وخمسة وربعين وكالكوليتريس عادية مئتين وخمسة وربعين وقسمها على خمسة ساوي ساعد وربعين طريقة وش تقبل قسمها على إثنان وش القسمها على ثلاثة للا تقبل قسمة على خمسة للا تقبل قسمة على سبعة لأن تسعى ضربان مضاعفات نتاع سبعة إذن تقبل قسمة على سبعة تسعى ضربان سبعة كسب أن سبعة سبعة نفس الشيء تقبل قسمة على سبعة ومن أحسن الأعداد هذو الأولية كسبوهم قدامكم بإسهالة لكم العملية للحساب من بعد أن نأخذ سبعة ونقسموها على سبعة أتشطنا واحد هنا سنحبسوه ما عليش نكملو إذن مئتين وخمسة وربعين هي خمسة مضربة سبعة في سبعة هي سبعة بس اثنان وتقبلوا تعاودوا العملية بقى الكادس مش تأكدوا بأن هذا العوامل صحاح خمسة في سبعة في سبعة تساوي مئتين وخمسة وربعين إذن صحيحة هنا سنكملو العملية تبسيط لدي هنا جوج أس ربعة مضربة في خمسة جوج أس ربعة بإمكان ينكسبها جوج أس اثنان أس اثنان مضربة في خمسة الزحت في المقام سنبدلو المكانت هذا جوج أس اثنان في خمسة ثم نكسبها بها الشكل جوج أس اثنان مضربة في خمسة وكسبها بها الشكل او كسبها او تكسبها بها الشكل رجع قواعد الجودور المربع نفس الشيء بالنسبة للمقام سنكسب سبعة أس اثنان مضربة في خمسة هذه كاس عطينا جوج اس اثنان مع جضا مربع مشا سبقنا عفوا هنا جوج اس اثنان اس اثنان كاس بقنا جوج اس اثنان جضا مربع خمسة مقسومة جضا مربع سبعة اس اثنان هي سبعة ج проход مربع خمسة هدل لحتلالية اختزال حصله لها جوج اس اثنان هي سبعة هنا نرجع المثال في الجوج اس اثنان اس اثنان هي جوج اس اربعة ج وشارعها 4 contribution 2 contribution 2 Wert السابعة 4 objeto化 4 Wert يأتي السابعة 5 من اللغتها 5 doorgano 5 يأتي السابعة 4 من الموقع 7 ف dediرجم belief اننا ت تبسط هناك د الآخر ولا تريد ان تبسط هناك دل العدد حقيقي قبل السابعة سوف نستاريخ ندخل walls العدد من جذاء عوامل أولين لكن مدرنا هنا 130 هي جوج في 5 في 13 وهذه هي الطريقة 80 هي جوج في جوج في جوج في 5 هي جوج أسر بعة في 5 نخدمنا على هذا المثال نأخذ مثال آخر نأخذ مثال آخر اللي هو جدر مربع 192 مقسومة على 75 نفعل نفس العملية نفك هذا 192 إلى جدر عوامل أولية من العوامل أولية جوج 3,5,7,11,13,17,19 هؤلاء أكثر استعمالا نخدمه بنفس الطريقة نرى الجهة اليمين ونخدمه 192 سوف نرى كيف تقسمها على 2 بعد أن تسارها بالجوج إذا هذا عدد زوجية قسمها على 2 192 على جوج لحفة وشما تخطى وكالكولاترية عادية 192 مقسومة على جوج تساوي 96 إذا أعطتني هنا 96 96 وش تقبل قسمة على العدد الأولي جوج نعم تقبل قسمة جوج تساوي مقسومة على جوج تساوي أعطتني 48 إذا تقبل قسمة على 2 أعطتني 48 نفس الشيء 48 وش تقبل قسمة على 2 نعم 48 على جوج 24 24 تقبل قسمة على 2 تساعتني 12 12 تقبل قسمة على 2 تقبل قسمة على 2 تقبل قسمة على 3 و3 لا تقبل قسمة على 2 إذا نمره لعدد الأولي الثاني اللي هو هذا إذا 3 تقبل قسمة على 3 والباقي هو 1 3 مقسومة على 3 و1 إذا لا عودنا 192 على جوج جوج 96 جوج 48 48 48 24 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 25 24 25 29 29 29 29 30 99 29 75 22 29 29 30 30 30 هل تقبل قسمة على اثنان إلا واذا تقبل قسمة على ثلاثة؟ نعم لأن الخمسة والسبعة نحن نعرف وش تقبل قسمة على عدد خمسة والسبعة هي اثناش تقبل قسمة على ثلاثة إذا خمسة وسبعين نقسمها على ثلاثة كتبقى أنه خمسة وعشرين خمسة وعشرين Dev allá نرى هل تقبل قسمة على اثنان إلا ألizers تقبل قسمة ثلاثة إلا تقبل قسمة على خمسة إذا خمسة وشترين على خمسة اثنان خمسة في ش física ما زلey بخدنا؟ خمسة خمسة تقبل قسمة فقط على خمسة ما زل PEV واحد نحن نعودها خمسة وسبعين على ثلاثة بخد T25 خمسة وعشرين على خمسة أعطيتنا خمسة. خمسة على خمسة واحد. إذاً خمسة و سبعين تكتب خمسة في خمسة هي خمسة أس اتنان ضربة في ثلاثة. إذاً نكمل العملية دينا الأولى. بعد واحد العملية دي الاختزال ثلاثة مع الثلاثة مشات. ما بقتنا؟ جوج أس تا هي جوج أس تلاثة أس اتنان على خمسة أس اتنان. و كان عرفوا أن الجذر يدخل مباشرة على القسمة. إذاً جذر مربع ديال جوج أس تلاثة أس اتنان بقتنا هي جوج أس تلاثة. و جذر مربع ديال خمسة أس اتنان هي خمسة. إذاً نتيجة النهائية جوج أس تلاثة هي ثمانية على خمسة. إذاً تبصد ديال هذا العدد صباح ثمانية على خمسة. نمر المثال الآخر الذي هو جذر مربع خمسة وثلاثين مضروب في جذر مربع عشرين مقصومة على سبعة. أول حاجة بعدها جذر مربع في جذر مربع نقدر ندخله بالقاعدة التي تقول جذر مربع A في جذر مربع B هي جذر مربع A في بي. أصبحنا هي جذر مربع ديال خمسة وثلاثين في عشرين على سبعة. و خمسة وثلاثين تقبل قسمة على سبعة. صبحات هي خمسة في عشرين على واحد بعد الإختزال. صبحات النتيجة هي خمسة في عشرين. شكرا اللحظة؟ أن خمسة عدد أولي. إذا بقنا نفكي عشرين إلى جذر عوامل أولية. عشرين تقبل قسمة على اثنان. بقى عشرة تقبل قسمة على اثنان. بقى خمسة. خمسة فقط تقبل قسمة على خمسة. بقى عدد الأولية. كذبقنا واحد. إذن النتيجة قد صبح هي خمسة القديمة. مضروبة عشرين هي جوج أس اثنان. مضروبة في خمسة. ما نسوهاش. صبحتنا هي خمسة أس اثنان. مضروبة في جوج أس اثنان. جضا مربع خمسة أس اثنان. مضروبة في جضا مربع جوج أس اثنان. هادي كتعطيني خمسة. هادي كتعطيني جوج. إذن النتيجة هي خمسة في جوج. هي عشرة. إذن هنا طبقت معكم قاعدة ديال تفكيك عدد إلى جداء عوامل أولية. نقدر ناخده مثال آخر. لتفكيك عدد إلى جداء عوامل أولية. ناخده كأخير مثال. ناخده كمثال 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 كمثال. اثنين وثلاثين. جضا مربع. اثنين وثلاثين. إذن اثنين وثلاثين. كنعود عشرة هذه القاعدة. نقسمها على العدد الأولي الأول اللي هو جوج. إذن تقبل قسمي على جوج. كتعطيني ستاش. والستاش أيضا تقبل قسمي على جوج. كتعطيني تمانية. وتمانية أيضا تقبل قسمي على جوج كتعطيني أربعة. واربعة تقبل قسمي على جوج. كتعطيني الجوج. جوج تقبل قسمي على جوج كيبقى لي واحد فالتالي. هنا نحبس. إذن جادة مربع وثلاثين هي واحد جوج ثلاثة وثلاثة خمسة بعد Medical été vect. جوج أس خمسة ونقدر نكتبها هي جوج في جوج أس ربعة وجوج أس ربعة هي جوج أس اتنان أس اتنان نكمل الحساب كتجينا جادة مربع اتنان في جادة مربع جوج أس اتنان جادة مربع ربعة هي جوج تتبقى جوج أس اتنان في جوش ولا تخليها سنقيها هكذا جادة مربع ربعة اتنان وثلاثين هي جوج جادة مربع ربعة شكراً لكم على المتابعة وإلى فيديو آخر ان شاء الله شكراً